حول جامع التحف فيتشيسلام دولجينكو منزله في ماريوبل إلى متحف حقيقي يحكي تاريخ المدينة بعد أن جمع مئات المقتنيات والمعروضات الشاهدة على مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة فيتشيسلام جمع التحف القديم من المنازل والأماكن المهجورة وأبدع في ترميمها وتحويلها إلى روائع مراسلنا زاروا المتحف وعادوا بالتقرير التالي من بقايا كنيسة ماريوبل ذات الطراز البيزنطي والتي هدمت خلال حملة محاربة الأديان في الحقبة السوفيتية لم يبقى سوى هذه الأحجار التي جمعت بهذا الشكل فيتشيسلام الرجل العاشق للتاريخ وضع هذه البقايا المقدسة على مدخل منزله في شارع غريتشيسكايا دمر مبنى كاتدرائية خارلا مبيفسكي في عام 1938 ومن بقاياها بقيت مجموعتان هذه واحدة منها أنشأ فيتشيسلام متحفه في الطابق السفلي في أحد المباني السكنية ووضع فيه المقتنايات النادرة التي لم يعرها الكثيرون اهتماما كانت الكثير من القوميات تقتن ماريوبل منذ عصور ما قبل الثورة مثل اليهود والجورجيون واليونانيون والروس والأوكرانيون وكانت العلاقات فيما بينهم يسودها الود والاحترام آلة كاتبة عجلات دوارة سروج خيول وبرميل ألماني تمكن فيتشيسلام من منح حياة ثانية للعديد من هذه التحف القديمة صوت هذا لبيانو جيد جدا الأشخاص الذين عزفوا عليهم من أخبروني لا يزال من الممكن العصف على هذا البيانو النمساوي العائد لعام 1850 على الرغم أنه كان موجودا لمائة وسبعين عاما في علية منزل قديم تغيرت الأجيال لكن البيانو بقي على حاله قال لي أصحاب أنهم يرغبون التخلص منه بسبب رغبتهم بتجديد الأثاث وطلبوا مني أن أخذه لنفسي وأمهلوني ساعتين لذلك وإلا فإنهم سيضطرون إلى تكسيره لإخراجه من البيت تمثال المرأة هو المفضل لفيتشسلاف فقد منحته إياه إحدى سكان إقليم دونيتسك لن أبيع التمثال ولو عرضت علي الكثير من الأموال لن أتخلى عنه سأقاسي الجوع لكنني لن أتخلى عنه طالما بقي تحيا قام العاشق بترميم وإصلاح واستعادة مئات تحف القديمة ويحافظ عليها للأجيال القادمة لا يوجد بلد أفضل من أوكرانيا الكثير من الناس لا تعجبهم أوكرانيا فيقررون مغادرتها أرى أن المشكلة ليست في البلاد بل فيهم أنفسهم لا يوجد مثيل لأرضنا في أي مكان في العالم لقد وهبنا الله هذه الأرض والأنهار والبحيرات هنا يمكن العيش هذه أفضل أرض في العالم يقوم فيتشسلاف بتجديد مجموعته باستمرار حيث يأتي الأطفال والكبار في رحلات إلى منزله وهو في انتظار رفع قيود الحجر الصحي المشدد لاستقبال فوج آخر من تلاميذ المدارس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر